تهب ريح مرسلا بعطائكم متفائلا تعين مسكينا ومحتاجا وتسعد أرملا ريح مرسلا بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ومبارك من برنامجكم الرمضاني الطيب الريح المرسلة والذي يأتيكم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وذلك على الهواء مباشرة على مدار ساعة من الآن هذا البرنامج المبارك يأتيكم برعاية كريمة من جمعية الشارقة الخرية هذه الجمعية المباركة تفتح لكم أبواب الخير طوال العام وخاصة في شهر رمضان شهر رمضان شهر الجود شهر الجود وشهر العطاء وشهر البر وشهر الإحسان شهر التكافل وشهر الرحمة بين المسلمين تعودنا على عطائكم الحقيقة يعني في الحلقات الماضية الإخوة المشاهدين والمستمعين كان عطائهم جزيلا وتبرعاتهم وصدقاتهم كثيرة جدا واليوم إن شاء الله سنسعد بعطائهم وخاصة أننا في شهر الجود والكرم بئر هناك ومسجد وتسقي أرضا قاحلا وأسرة ملهوفة نبني لها مستقبلا ريح مرسلة لا 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 تتردد أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمستمعين وأسمحوا لنا أيضا أن نرحب بضيوفنا هنا في الستوديو معنا سعادة سعيد غانم السويدي عضو مجلس إدارة جامعة الشارقة الخيرية أهلا ومرحبا بك ساذ سعيد أهلا ورحبا بك أنت حضرتك تشرفت معنا لأسبوع الماضي تقريبا في حلقة وكرت حلقة رائعة ممتعة وأداك ما شاء الله كان كلمتك الجميلة كان الأثر كبير عند الإخوة المشاهدين والمستمعين كما يسعدنا أن نرحب بفضلة الشيخ الدكتور عبدالله موسى البلوشي اختصاص رئيس في الوعظ والأرشاد هياك الله دكتور سعدنا بلقائك كل أسبوع ما شاء الله بتشرفنا حلقة وإن شاء الله في مزان حسناتكم مبارك الله في جهودكم أيها السادة الكرام قبل أن نحط الرحال في محطتنا لهذا اليوم نود أن نبشركم ونذكركم بأن المبلغ المطلوب لحلقة أمس الثلاثاء والذي كان لمشروع قوارب الصيد قد بلغ 149 ألف ومئتين درهم قبل أن تنتهي الحلقة فشكرا لكل من ساهم وأساعدنا في هذا التبرع وأسأل الله عز وجل أن يسعدكم وأن يبارك فيكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله المبلغ يكتمل في الحلقات القادمة ومتبقية تقريبا 94 ألف رهم لاكتمال المبلغ الذي هو 244 ألف رهم لحلقة أمس قوارب الصيد والحقيقة هو مشروع ممتاز ورائع يحول الأسر المستهلكة إلى أسر منتجة اليوم جمعية الشرخ الخرية تحتضن مشروعا رائعا وإنسانيا وهو كفالة اليتيم أنتم تعلمون أن كفالة اليتيم لها منزلة كبيرة في الإسلام وهذا المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الإنساني لجميع الأيتام خارج دولة من خلال تقديم الرعاية الكاملة لليتيم وتلبية إحتياجاته من خلال الكفالة التي يقدمها المحسن كفالة اليتيم المطلوب لهذا المشروع اليوم 345 ألف رهم 345 ألف رهم لموزع على أربع دول اللي هي موريتانيا وغانا ومصر والأردن موريتانيا وغانا ومصر والأردن وكل دولة فيها خمسين يتيم معادة مصر خمسة عفوا أردن خمسة وعشرين يتيم كفالة اليتيم بتكلف في موريتانيا 150 درهم في الشهر في السنة 1800 درهم المبلغ الإجمالي 90 ألف درهم في غانا أيضا 150 درهم 90 ألف درهم الكفالة الإجمالية 1800 درهم في السنة في مصر نفس الشيء الأردن مختلفة نوعا ما كفالة اليتيم بتكلف 250 درهم في الشهر في السنة 3000 درهم المبلغ الإجمالي 75 ألف درهم في الأردن المبلغ الإجمالي للأربع دول 345 ألف درهم طبعا كفالة اليتيم كما قلنا لها منزل عظيمة في الإسلام سيتحدث عنها إن شاء الله فضلت الشيخ عبدالله موسى لكن أذكر الإخوة المشاهدين بآلية التبرع لهذا المشروع الرائع اليوم من أحب أن يتبرع عبر رسائل نصية يكتب كلمة يتيم في الرسالة ثم يرسل الرقم الذي يحب أن يتبرع به للتبرع بعشر درهم يختار رقم 621 للتبرع بثلاثين درهم 6213 للتبرع بخمسين درهم 6214 100 درهم 6215 200 درهم 5056 500 درهم 2774 1000 درهم 2081 والتبرع بالمبالغ الكبيرة أكثر من 100 درهم ممكن تتواصلوا مع الجميع على رقم الواتس أب 055-3000-101 أو الاتصال على الرقم المجاني 800-014 وبإمكان حضراتكم أيضا أن تتواصلوا مباشرة مع برنامج الريح المرسلة من داخل الدولة 600-55-1600 طبعا الأرقام تظر على الشاشة تباعا ومن خارج الدولة 00-971-600-5516 ونحن في انتظار تبرعاتكم وصدقاتكم إن شاء الله نسعد بتفاعلكم وبعطائكم وتدخلوا الفرحة والبسمة على هؤلاء الأيتام وعلى أسرهم قبل أن نخوض في غمار مشروعنا اليوم أستأذن ضيوفنا الكرام وأستأذن حضراتكم في أن نتابع هذا التقرير عن الأيتام ومن ثم لنعودة أطفال في عمر الزهور اختبروا الشعور الفقد فاتاقت قلوبهم الغطة للمسة حنان تعوضهم عن دفئ الأبوة ومرارة اليهتم وكعادتها جمعية الشريق الخيرية تلبي نداء الطفولة وتزرع البسمة على ثغور بنات المستقبل وذلك من خلال تخصيص مشاريعها الخيرية المتمثلة في كفالة اليتيم التي تمد المستحقين بالعون والمساعدة إلى أن يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ولأن ديننا الحنيف يحث على الاهتمام باليتيم ورعايته عدت جمعية الشريق الخيرية مشروع الكفالة واحداً من أهم المشاريع التي تنفذها حيث تنتشر أعمال المشروع في أكثر من 22 دولة حول العالم وقد بلغت عداد المكفولين خلال عام 2021 نحو 24946 حالة كفالة تضم 24407 يتيماً و387 أسرة متعففة إلى جانب 80 حالة من الآئمة والمعلمين و13 حالة من ذوي الإعاقة كفالة اليتيم من أحب الأعمال إلى الله التي حث عليها الإسلام وجعل الجنة جزاءً لمن يمتثل بها لذا كانت إمارة الشريقة وجمعيتها الخيرية اليد الحانية التي تسعى بكافة السبل إلى خلق بيئة دفئة مطمئنة يعيش في كنفها الأطفال الأبرياء ممن ذاقوا اليتم ليكونوا أسوياءً كغيرهم من أبناء جيلهم تهب ريح مرسلا ريح مرسلا ريح مرسلاك ومسجد وتسقي أرضاً قائل حياكم الله من جديد عزائي المشاهدين والمستمعين تابعنا وحضراتكم هذا التقرير الذي أعده الزملاء عن كفالة الأيتام الذي تقوم به جمعية الشرقة الخيرية شكراً للزملاء على هذا التقرير الرائع وأيضاً الحقيقة تأثرنا بهذه المشاهد الجميلة التي تدل على الإحسان والكرم والتكافل من قبل الإخوة المشاهدين والمستمعين والمحسنين وأيضاً جهود جمعية الشرقة الخيرية أبدأ حواري مع ضيوفي الكرام سعادة الأستاذ السعيد غانم السويدي عضو مجلس دارة الجمعية لو تحدثنا أكثر عن هذا المشروع الذي تتبنى الجمعية ولماذا تركز الجمعية على هذا المشروع بالذات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في البداية يمكن هنيئاً أقول لكل من يكفى اليتيم يعني كفى له دين الإسلامي بالجنة فاليوم جمعية الشرقة الخيرية بما أنه من الجمعيات الخيرية والله الحمد لديها انتشار حول العالم صار اليوم كفالة اليتيم من الأولويات التي نعمل عليها في الجمعية عندنا الكفيل أو عندنا اليتيم نحن دائماً ننظر له لأنه هو الجيل القادم فنحتاج إلى تعليم نحتاج إلى طعام نحتاج إلى الصحة ملابس ورعاية فيمكن حتى المبالغ لنشوفهم 150 درهم شهرياً قد تكون ولا شيء يمكن تكفلوا لحد الأدنى حد الأدنى صحيح فاليوم كفالة وكفالة حتى عائلتها بعض الأحيان نأخذ كفالة لوالدته أو لمن يعول عليه هذا الكفيل أو اليتيم فالجمعية والله الحمد يعني اليوم صرنا أكثر من 24 ألف يتيم نرعى تحت الجمعية وهذه اليوم اليوم اللي نرعاه واليوم اللي طالبين كفالة لليتام هذين انقطع بهم السبيل من بداية كورونا صار عندنا صعب التواصل معهم صعب التحويلات صارت بسبب كورونا واليوم ولعله بعض الكفلاء صار عندهم ظروف يعني الشركات التي تكفل صحيح ظروف اقتصادية فتوقفت عن الكفالة نحن نجد الدعوة عفوا لو سمحت لي نجد الدعوة لإخوة المشاهدين والمستمعين المحسنين أن يمدوا يد العون من جديد لهؤلاء الأيتام الذين انقطعت بهم السبل وكلهم الأجر والثواب إن شاء الله وفي ميزان حسناتهم خاصة ونحن في أجواء العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك وإن شاء الله نكون وإياكم من عتاقاء الله عز وجل من النار وندرك إن شاء الله ثواب ليلة القدر وثواب التبرع لهؤلاء الفقراء الأيتام المساكن أنا أريد أن أسأل حضرتك السيد سعيد لحظنا في التقرير يعني الأيتام كأنهم يعيشون في مراكز مش في بيوتهم يعني نعم يعني وتوضح لإخوة المشاهدين صحيح اليوم بعض الأيتام لا يوجد لديه أب أو أم يعني فلازم مراكز تأويهم جميل فعندنا مراكز تأوي اليتيم أن يكون نرعاهم بالسكان بالمعلمين بالأكل يعني كأننا تقول هذا بيته لكن اليتيم اللي عنده أب أو أم يعيش في أسرهم نعم وهو الأولى أفضل هو الأولى نعم نعم حتى بعض الأحيان اليتام نحن نرعاهم في مثل هالأماكن كمدارس مش اليتيم فقط أن نعطيه مبلغ لوالدته مثلا ويصير رعايته هو في بيته لا حتى يكون عندنا موجود أمامنا في تعليمه وفي المراكز الطبية والصحية لينتعامل معها فنتأكد أن هذا اليتيم أخذ حقه من الكفالة يعني رعاية كاملة وشاملة نعم جميل شيء طيب طيب الحمد لله يعني اليوم عندنا أمئة وخمسة وسبعين يتيم إن شاء الله يكون نقطي عليه كفالاتهم والأمر الآخر أستاذ شعبان اليوم عندنا الجمعية يعني الحمد لله والشكر تابع الحالات وتابع احتياج اليتيم اليتيم اليوم وش هو فقط طفل وصل مرحلة ونتركها لا نتأكد أن هذا الطفل في مراحل العمرية وصل لمرحلة يمكن أن يكون يعيش حياة كريمة يوصل للمدارس ويبعد المدرسة يوصل لتخرج يشتغل لما نتأكد أن حالته وصلت إلى ما هي عليه فيصير هنا اليوم هذا قادر ويستطيع على أن يعيل نفسه يعني فالحمد لله والشكر نحن بجمعية الشارجة الخيرية يعني هذه بوابة وهذا جزء رعاية اليتيم دائما نعمل عليها ونكفل أن نتأكد أن الكافل يكون دائما يتابع حالة اليتيم وهذا اللي نحن نحاول نطلبه أن اللي بيكفل اليتيم يحاول أن يتابع ويحاول أن يعني يعرف حالة اليتيم عنده ويحاول أن يكون حتى دفعات اليتيم نحن نتمنى أن دائما الكافل يدفع المبلغ سنوي كامل ما يطلع شهريا بعض الناس يتأخرون على دفع القص واليتيم مسكين يعني يتأخر عليه القص ولكن الحمد لله والشكر عندنا بواب أخرى في الجمعية نحاول أن نقطي مثل هذه المصاريف حق الكفير فبذل الله اليوم نحاول نوصل معاكم إلى كفالة هؤلاء اليتامة ونسأل الله أن يثيب كل من يكفل هذا اليتيم ونتمنى إن شاء الله في هذه الأيام المباركة أن يعني الأجر المضاعف وهذه خواتيم شهر الخير وشهر البركة وشهر رمضان وبذل الله إن شاء الله يكون لنا نصيب أن نعيل هذه المحتاجين جزاك الأخير على كلام حضرتك الجميل والحقيقة يعني جهودكم مباركة في جماعية الشارقة الخيرية الحقيقة قبل ما أسأل فضل الشيخ وذكر الإخوة بمشروع درهم الحمد طبعا جماعية الشارقة الخيرية تضخ في كل يوم 25 الدرهم في كل حلقة من مشروع عفوا درهم الحمد عندي سؤال لفضل الشيخ وهو يعني من هو اليتيم وهمية كفالة اليتيم في الإسلام الحمد للأحatch بالعالمين صلى الله عليه وسلم وبرك بالعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا اليتيم هو الذي فقد أباه واليتم يكون يعني قبل الحلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم الذي فقد أبائ الذي فقد فقد كفقد الأب والأم وسمى اللطيم الله يعلم لكن اليتيم الذي يفقد أباه يفقد المشرف يفقد الراعي الذي كان يشرف عليه الآن نحن بدون رعاية الأب و نحن نتذكر الأب كيف كان يرعينا و كيف كان يشرف علينا نحن نقوم بنفس الدور هذا اليتيم إذا فقد الأب الأم حاضنة الأم يعني تحضن الأم عندها الحنان عندها العطف لكن الإشراف و الرعاية يكون من هذا الأب الذي يجوب الفيافي و القفالة إذا انقطعه أو مات هذا الأب الأم هذه امرأة يعني لا تستطيع أن تتكفل بالعيش من دون هذا الرجل فإذا فقد هذا اليتيم هذا الأب لا بد أن نشرف النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا و كافي اليتيم كهاتين في الجنة يعني شرف و أشارب أصبعي أيوة السبابة و الوسطى دليل على القرب قرب من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم و هذا شرف عظيم صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلاقتحم العقبة و ما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا مقربة أعظم شيء طبعا اليتيم يكون ذي الصلة صلة الرحم و الكفالة اليتيم فهي يعني يعني منزل عظيم و عالي و نحن نحن مقبلون على ليلة و تري بأكثر أهل العلم رجحها بل بعضهم أقسم بأنها ليلة سبع عشرين معنا مع اختلاف أنها غير محددة لكن أكثر أهل العلم قدم على أن هذه ليلة سبع عشرين بالمناسبة بفضل الشيخ مال اسمح لي ليلة سبع عشرين تبدأ مع أدان المغرب اليوم أدان المغرب ولكن هناك شيء أنا أريد أن أبه المستمعين و هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني الله سبحانه وتعالى قد يجزيك بهذا العمل بكفالة اليتيم تنال ليلة القدر و شرب ليلة القدر يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني أنتم يا أخواني لو تتوقعون شيء تصورونه ترى والله أن فلان و فلان هذا صاحي و هذا صاحي هذا معاف و هذا معاف لكن هذا في المسجد معتكف يقيم الليل و هذا في الأسواق من الذي وفق هذا و لم يوفق هذا التوفيق بيد رب العالمين فالعلماء قالوا يجزيك الله بالحسنة حسنة أعظم من هذه الحسنة تخيل يعني نقدم بين يدي الله حسنة حتى ننال الحسنة العظيمة التي ننتظرها بفارغ الصبر في كل عام في كل سنة ننتظر ليلة القدر طيب فضيل الشيء كلام حدثك جميل جدا و طبعا اليتيم في الإسلام له يعني منزلة خاصة و الرصة المحثة على كفالة الأيثام و الخير جاءنا يعني الإخوة في غرف الكنترول أخبرونا أنه في كفالة 17 يتيم من مورتانيا هذا الـ 17 يتيم من غانا و 17 يتيم من مصر تم كفالتهم من ريع المتبرعين من الأوقاف المخصة لدفع البلاء و ليس من الأوقاف أليس كذلك أختي ميوسف و ليس تنفيذة لشروط الواقفين يعني هذا واضح إن شاء الله نعم طيب إذن في 17 يتيم تم كفالتهم من مورتانيا و 17 يتيم من غانا و 17 يتيم من مصر تم تغطيتهم و يعني أسأل عزيزي أني بارك في جهود المحسنين المتبرعين لهؤلاء الأيثام الخير إن شاء الله سيأتي و للمبلغ أنا واثق بأنه سيكتمل بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه اليتيم له يعني شعور خاص لدى يعني الإخوة المسلمين بشكل عام والرسول السلام يعني أوصى بكفالة اليتيم لأنه اليتيم الذي فقد أباه بحاجة إلى رعية أعود إلى ضيفنا سعادة سعيد غانم السويدي وأسأل حضرتك عن أهمية أو الأولوية التي تختاروها في اختيار الدول التي فيها أيتام يعني على أي أساس دائماً اختياراتنا تأتي من خلال دراسة عندنا قسم المساعدات أو قسم رعاية الأيتام عندنا الحمد لله والشكر في الجمعية قسم كبير لرعاية الأيتام فهذا القسم دائماً يعكف على دراسة احتياجات الدول اللي يمكن أحنا أكثر دول نقطي فيها مشاريعنا فيتم عبر المكاتب أو عبر فروعنا في الدول هذه تأتينا تقارير أن هناك مثلاً يتامة في هذه المناطق في هذه الدول تحتاج إلى رعاية فأكيد قبل هذا يتم دراسة الحالة ما يتم على طول أن نأخذ الحالات فيتم دراسة تم قبار اللجنة نتأكد أنه فعلاً هذا اليتيم محتاج فقد أباه وين عايش كم عمره شو الأشياء اللي يمحتاج لنا فالحمد لله بعد ما يتم دراسة بعدين نعرض الحالة يعني يمكن من أكثر الأشياء عندنا بالجمعية كفالة اليتيم هي يمكن أكثر الناس اللي تعكف على رعايتها وإيجادها جميل الحقيقة جود جبارة وطيبة في كفالة الأيتام يعني أنا أفهم من حضرتك أنه رعاية اليتيم متواصلة عندكم غير متبطة بيوم أو شهر وإنما طوال السنة بل طوال عمره حتى يصبح قادر على أن يكفل نفسه طبعاً نعود لفضلة الشيخ عبد الله موسى وأسأل حضرتك اليتيم إلى أي سنة ممكن ينطبق عليه وصف اليتيم ورد في الحديث أن لا يتمى بعد الحلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني متى ما يبلغ اليتيم يعني انتفت منه هذه التسمية ولكن بعد ذلك يكون الإشراف لأن أنا أعرف أن الجمعيات وجمية الشارقة وأنا متعاون معهم من 20 سنة تقريباً أنه أظن إلي إلى 18 سنة أعتقد صح يعني حتى لو نحن قلنا إذا بلغ طيبة هذا لا يستطيع أن يعمل هناك تكون كفالة طالب أو كفالة طالب علمي أظن أوتوماتيكياً شرعاً أن يتم ينتهي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم الذي يكون قبل الحلم نعم إذا بلغ الحلم أصبح غير يتيم أصبح غير يتيم يعني ممكن يعني يصبح بل أكيد سيصبح قادر على أن يكفل نفسه ويعي نفسه ويعمل وهذا شيء يعني يعني بعض الناس يعتقدون أن اليتيم يبقى طول عمره يتيم حتى لو صح رجل التزاوج لا ينتفي عنه أنا عندنا أشخاص عمره خمسين سنة قلت رأنا يتيم بعدني يتيم أينعم يعني اليتيم هو الذي فقد أباه هو صغير وهو صغير لكن لو واحد يعني كبير رجل وأبوه توفى لا يسمى يتيم لا لا طيب أذكر أنه في عنا عشر ألاف درهم من رسائل النصية وأذكر لأخو الكرام أنه المبلغ الذي تم كفالة الأيتام في 17 يتيم من موريتانيا و 17 يتيم من غانا و 17 يتيم من مصر المبلغ الإجمالي 91 ألف و 800 درهم بواقع 30 ألف و 600 درهم لكل دولة هذا طبعا ريع من متبرعي الأوقاف وليس من دارة الأوقاف نفسها وطبعا هذا من المبلغ المخصص لدفع البلاء سعادة الأخ سعيد الأيتام هؤلاء يعني كيف يشعرون يعني عندما تزورونهم أنتم في المراكز أو تتابعون بيوتهم ماذا يعني يكون شعورهم نحو جامعة الشرق الخيرية أو لمرض بشكل عام والله الحمد لله يعني يمكن هذه شاهدت بنفسي عند زيارتنا الأخيرة للسنغال فكان سبحان الله ترى الشيء الفرحة في عينهم فرحة في أهاليهم ومن يقوم برعايتهم فالكفيل أو اليتيم عفوا دائما سبحان الله يعني له شعور يختلف عن باقي الأطفال مثلا فأنت اليوم تحس نفسك أنك وحيد فلما تجي وترعى دائما نروح كجمعية نعمل لهم حفل نعمل لهم مثل ما تشاهدون في التلفزيون يعني مثل هالاحتفالات اللي نسوي لهم والرعاية نفرحهم في هذه الزيارة نسوي لهم أشياء نوزع عليهم هدايا نكرهم خاصة إذا في طلبة متفوقين دراسيا في حفظ القرآن وغيرة فنسوي لهم حفل بسيط ونحاول نوزع عليهم الهدايا ونفرحهم في هذه الأيام فيتم سبحان الله في نفسهم أن كيف أنه ممكن هذا الشيء يعزز الشعور عند هذا اليتيم أنه فيه حد يكفل فيه حد رأى عنه سواء جت من جهة ومن شخص يمكن بعض اليتامة لا يعلمون من هو كافلة نعم فسبحان الله يعلم فقط أن جمعية الشارع خيريها ما تكفل يعني أنتم تدخلون عليهم الفرحة والبسمة ويعيشوا في أجواء أسرية وعائلية طيب يعني كلام حضرتك الأخير بخلينا أسأل السؤال آخر يعني بعض الأيتام تبلغونهم عن الشخص الذي يكفل بعادة يتبلغ نعم بعضهم يعني نعطيه الرعاية بس بعضهم ليكفل يعني ما يبغي حد يعرف عنه نعم فيقول أنا فاعل خير خلاص هاي كفالة بعضهم يشترط فبعضهم يشترط يعني على حسب ولكن نحاول أن قدر الأمكان ما نخلي التواصل مباشر مع الكفيل فنحاول نخلي كل شيء عن طريق الجمعية يكون نحن نشوف الأفضل نعم من ناحية الإدارية طيب أبشركم في عشر ألاف من فاعل خير التبرع للأيتام أعود لفضل الشيخ عبد الله موسى شيخنا لو تحدثنا أو تحدث لخوا المشاهدين المستمعين عن الأثر الإيماني والمعنوي والرحمة التي تحل في بيت الكافل عندما يكفي اليتيم أولا يعني من أسباب علاج قسوة القلب بسرع رأس اليتيم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلا أني أحرج عليكم بحق الضعيفين اليتيم والمرأة فجعل المرأة كاليتيم في الرحمة والشفقة فالذي يشعر بأنه قلبه قاسي لا يستطيع أن يصلي النوافل والرواتب أنا في بعض الناس يا الله يا الله يصلي الفريضة لا يتسنن ولا يذكر الأذكار في قسوة في قلبه عليه أن يكفي الأيتام والله أنه من أعظم علاجات القلوب كفابة الأيتام كما دل النبي صلى الله عليه وسلم حتى الرجل الذي رحم الكلب كما ذكره في القصة فالله رحمه و خلاه يجعله يترك الخمر رحم هذا الكلب فما بالكم بمن يرحم هذا اليتيم الذي فقد هذا الراعي هو طفل مسلم طفل مسلم هذا الحق وهذا يريد التكافل الاجتماعي والأخوة في الدين نستطيع منكم أن ينفع أخاه فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن البصري قال لأن أمشي في حاجة أخي أعظم من ألف ركع أركح هلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أعتكفه في مسجدي هذا شهرا كاملا ألا من يستطيع أن يعتكف المساجد بعضهم لا يستطيع عمل عنده لكن اكف اليتيم ساعد أمشي في حاجة أخيك انظر الخير لسوف يأتيك من الله سبحانه وتعالى جميل الحقيقة يعني اليتيم له في الإسلام منزل عظيمة وأذكر الإخوة المشاهدين والمستمعين بأن موضوع حلقتنا اليوم كفالة يتيم كفالة اليتيم لها في الإسلام منزلة عظيمة وطبعا اليتيم له حق على أهله وعلى أخوانه في كل العالم الإسلامي ودولة الإمارات وجمعية الشرق الخيرية سباقة في مد يد العون لهؤلاء الأيتام في الكثير من الدول العالم العربي والإسلامي وذكر الإخوة المشاهدين والمستمعين بطرق التبرع والتواصل معنا في برنامج الريح المرسلة من أراد أن يتبرع عبر رسالة النصية يكتف رسالة كلمة يتيم ويختار الرقم الذي يريد أن يتبرع به للعشر دراهم 621-0 30 درهم 6213 50 درهم 6214 100 درهم 6215 200 درهم 5056 500 درهم 2774 1000 درهم 2081 وللمبالغ الكبيرة أكثر من 1000 درهم بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا مع الجميع على رقم الواتس أب الذي يظهر على الشاشة باعا وهو 055-3000-101 أو الاتصال على الرقم المجاني 800-014 ومن أحب أن يتواصل مع البرنامج المباشرة برنامج الريح المرسلة بإمكانه أن يتصل من داخل الدولة على الرقم 600-55-16-00 ومن خارج الدولة 00-971-600-55-16-16 وإن شاء الله الخير يأتي من الله أولا ثم من الإخوة المشاهدين والمستمعين من المحسنين وأقول نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان وكما ذكرنا فضيلة الشيخ عبد الله موسى البلوشي أن هذه الليلة إن شاء الله غالبا يرجح العلماء أنها ليلة القدر فعساك أخي المسلم أن تنال ثواب ليلة القدر بهذا التبرع وهذه الكفالة اليتيم أو تساهم في كفالة يتيم إما تتبرع بكفالة يتيم بشكل كامل كفالة يتيم في موريتانيا وغانا ومصر تكلف 1800 درهم في السنة في الشهر 150 درهم وفي الأردن بتكلف 3000 في السنة أو في الشهر 250 درهم فكل يتبرع حسب استطاعته وحسب إمكانياته والله يبرك في القليل لو تبرعت بعشر درهم فلك الأجر والثواب والله لا يكلف نفسا إلا وسعها أستأذن ضيوف الكرام وأستأذن حضراتكم بهذا الفاصل القصير ومن ثم لنا عودة فرحة العيد لا تكتمل إلا بالملابس الجديدة إحسانكم كان السبب في إسعاد خمسة آلاف فرد خلال العام الماضي جمعية الشارق الخيرية تدعوكم هذا العام من خلال حملة جود للمساهمة في رسم الابتسامة على وجه ثمانية آلاف فرد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم للمساهمة والتبرع الرقم المجاني ثمانية صفر صفر واحد أربعة جمعية الشارق الخيرية دليلكم إلى أبواب الخير تهب ريح مرسلة ريح مرسلة هناك ومسجد حياكم الله من جديد عزيزي المشاهدين والمستمعين مستمرين مع حضراتكم في برنامج الريح المرسلة والذي يأتيكم من تلفزيون الشارقة وأيضا عبر أثير ذاعة الشارقة المباركة وموضوع حلقتنا اليوم عن كفالة اليتيم والحمد لله يعني تم كفالة عدد من الأيتام في أربع دول ومازلنا نطمع في المزيد من الإخوة المحسنين من المشاهدين والمستمعين وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين وهل جزاء الإحساني إلا الإحسان وأعود أيضا إلى ضيوفي في الستوديو سعادة الأستاذ السعيد غانم السويدي اليتيم عندما يصل إلى سن البلوغ كما وضح فضيل الشيخ عبد الله موسى هل تشعرون أن الكفالة انقطعت عنه أم كيف تتعاملون معه نحاول قد المستطاع أن يتم بعد ذلك أن يكون كفالة طالب علم خاصة إذا حكمل دراسته وهذه من الأشياء الحمد لله والشكر لدينا لها باب خاص كفالة طالب علم وكذلك كفالة أسرة حتى ولو أن لما بلق طفل 14 أو 15 السنة 18 أو 14 فأحنا في النهاية أن هذا أكيد ككفالة يتيم انقطعت كباب من أبواب الكفالة أنه خلاص هذا لا يحق لكن الجامعية تكمل المشوار معه لا تتركه لا لا أبدا إلى أي سن حتى يتخرج الجامعة حتى يتخرج من الجامعة حتى نتأكد أن نقادر على حياة الكريمة سواء عمل أو سواء صار أنتم تواصلون معه لغاية ما يقف على الرجلي مثل ما بيقولوا ويصبح قادر يعتمد على نفسه يعني يمكن بعض الحالات التي تم رعايتها صار اليوم هو صاحب عمل ناشاء الله بعضهم من طاحونة صارت عندها صار اليوم يوظف ناش تحته سبحان الله أشياء بسيطة يعتمد على الشخص وعلى فكرة وعلى وقدراته وقدراته نعم نعم وأكيد الأيتام يظهر منهم المتفوقين ومبدعين صحيح يعني أنا الحقيقة من خلال العمر اللي عشنا في المدارس كان مر معنا أيتام وكانوا من الأوائل على المدرسة إذا وجدوا الرعاية الكاملة وخرج منهم أطباء ومهندسين صحيح وهذا شيء يعني له أثر طيب في المجتمع الحقيقي أنا دائما نقول كلمة اليتيم يعني هي كلمة فقط ولكن شعوريا في الإنسان نفسه أنه إنسان عادي حال حالي إنسان لكن القطع بالسبيل صحيح لكن لو هذا اليتيم لم يجد رعاية بالفعل ممكن نفسي يتحق ممكن ينحرف صحيح صحيح عن أهمية كفات اليتيم في تقدم المجتمع وتوفير الحياة الكريمة له والأمن والأمان في المجتمع أخي لو نظرنا نحن لعدم وجود المال لأسرة هذا اليتيم أو اليتيم سوف يلجأ قد يلجأ للسرقة قد يلجأ للإحتيال قد يلجأ للجرائم ويفعل ويفعل ويستغل ويستغل من جهات سيئة إذا كانت يتيمة تستغل حتى اليتيمة تستغل حتى بشرفها والعياذ بالله نحن انظر لكافل اليتيم ماذا يفعل يعني ينقض مجتمع من الدماء الغصة التي ذكرها سهلا الله خير من طاحون أصبحت تاجر هذا اليتيم نعم ميزان حسنات الكافل الذي كفى له الآن ويجري له أجره عليه الآن بدأ يوظف يعني هذا اليتيم الذي كفل الآن بدأ يكفل العمال ويوظفهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى فتقليل الجريمة في المجتمع بكفالة الأيتام يعني نحن نشوف في مشاكل الأحداث و رعاية الأحداث نحن نحاضر معهم نروح لهم نشوف جرائم كثيرة لأنه فقد الأب رائعي لما طلقت والأب لا يسأل عن عياله ولا يصرف على عياله ولا يكد على عياله لذلك أحد السلب قال لبكاء ابني يطلب خبزه خير لي من أن تصدقه بمئة صاع مرة ثانية أشياء لبكاء ابني بين يدي يطلب خبزه خير لي من أن أتصدقه بمئة صاع أنا معنا هذا الكلام قال يعني أن يرعى الإنسان أبنائه نعم أو الذي يكفلهم أعظم من مئة فقير يعني مصداق اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي لأهلي فالأقرب الأقرب نعم الآن إذا الإنسان تبرع أن يكفل هذا اليتيم أنت الآن تكفلت والعلى وتذكرت حديث يا فضل الشيخ يقول عليه السلام المكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود يعني نصيب كبير المساء أنه يفرط في حق زوجته وأولاده ويضيعهم لاي في القضايا الكثير عنه طيب أبشر الإخوة وأبشركم أبشر إخوة المشاهدين المستمعين في عشر ألاف درهم من فعل خير وخمس ألاف درهم أيضا من فعل خير وعشر ألاف من موقع الجمعية الإلكتروني وأخبروني الإخوة أنه الدولة الأولى اللي هي موريتانيا تم تغطية مبلغ بالكامل انتقلنا إلى غانا وغانا طبعا تم كفالة 17 رتين فيها من الإخوة في الأوقاف أعتقد أليس كذلك المتبرعين من الأوقاف نعم المتبرعين من الأوقاف وليس من الأوقاف نفسها طيب شكرا للإخوة اللي قدموا هذه التبرعات والصدقات في ميزان حسناتي من شاء الله وإن شاء الله نطمع في المزيد ما زلنا نحن مستمرين معكم أيها سادة المشاهدون والمستمعون في برنامج الريح المرسلة وحديثنا اليوم عن كفالة اليتيم الذي تتبنى جمعية الشارقة الخيرية خارج الدولة الحمد لله في الإمارات الخير كثير وأعتقد الأيتم كلهم يعني أيتم تغطيتهم لكن في دول فقيرة خارج الإمارات مثل موريتانيا وغانا ومصر والأردن الحقيقة الأيتم يعني بحاجة إلى رعاية والجمعية وأنتم أيضا ما بتقصره وإن شاء الله ربنا يأتي بالخير على أيديكم أعود للأستاذ السعيد معي هنا في الستوديو لو سألت حضرتك عن تطلعاتكم المستقبلية بالنسبة لهذا المشروع هل تفكرون في مد يد العاون الأيتام في دول أخرى؟ نحن مفتوح الباب على دول كثيرة أستاذ شعبان مش فقط هذا هذا اليوم فقط نعرض حالات الموجودة حاليا في عيدنا المستعجلة أما الحمد لله عندنا كفالة الأيتام موجودة في أقلب جميع الدول لنغطينا مشاريعنا فيها كذلك يمكن من الأشياء اللي حاول نعمل عليها أن نبني مشروع متكامل لرعاية الأيتام أن بعض الأيتام ساكنين في أماكن يمكن بالهجار فنحن نحاول أن نبني مبنى كامل نرعاهم يكون هنا نفس المبنى ونفس المكان اللي يشتغل فيه ونفس المبنى اللي يقدم خدمات للناس الآخرين يعني تكون في أسرة كافلينة في نفس هذا المبنى فهي تعمل تحت في مشغل خياطة مثلا أو تطباقها ويكون في شيء خدمات تقدمة وتبيعة على الناس فيكون يعني خدمات متكاملة في موقع واحد فهذه من الأشياء سبحان الله يعني جت فترة لخير نفكر فيها على أساس أنه بدل ما يكون منتشر في أماكن كثيرة نكون نخصصها في موقع واحد ونسهل على نفسنا إدارتها وكفالة اليتيم وكفالة العسرة ورعاية خدماتهم تعليمهم كلهم في مبنى واحد جميل والقائمين على هذا المركز طبعا بيأخذ روتب من الجمعية صحيح من أموال كفالة يتيم لهم مخصصات أخرى لهم مخصصات أخرى نعم جميل جزاك الله خير على هذا الإضاحة طيب يعني أنا حببت أستوضع من حضرتك عشان نطمن الإخوة المشاهدين والمستمعين المتبرعين والحقيقة في 15 ألف درهم من فاعل خير أخبرتوني نعم 15 ألف درهم من فاعل خير وذكر الإخوة أيضا المستمعين والمشاهدين بآلية التبرع اليوم عبر الرسالة النصية بإمكانك أخي المسلم من هدفك المتحرك أن تكفى اليتيم أو تساهم في كفالة يتيم تكتب كلمة يتيم في الرسالة واختار الرقم الذي تستطيع أن تتبرع به للعشر درهم 6-2-1-0 30 درهم 6-2-1-3 50 درهم 6-2-1-4 100 درهم 6-2-1-5 200 درهم 5-0-5-6 500 درهم 27-7-4 1000 درهم 20-8-1 وللتبرع بالمبالغ الكبيرة أكثر من 1000 درهم ممكن تتواصلوا على رقم الواتس أب الخاص بالجمعية والذي يظر على الشاشة اتباعاً وهو 055-3000-101 أو الاتصال على الرقم المجاني 800-014 وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا على برنامج الريح المرسلة من داخل الدولة 600-55-1600 ومن خارج الدولة 00-971-600-55-1616 ونحن في انتظار عطائكم وصدقاتكم وتبرعكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم ويبقى في رصيد حسابكم البنكي يوم القيامة كل واحد فينا اليوم عنده رصيد في البنك الدنيوي هذا الرصيد يستنزف يعني ينفق على نفسي وعلى أسرتي في الحلال وقد يترك مبالغ كبيرة ويغادر هذه لحظة الدنيا هذه المبالغ التي سيتركها ستبقى للورثة وسيحاسب عليها أخي المسلم ليس خطأ وليس عيب أن تترك مبالغ طيبة لأسرتك ولأولادك للمستقبل لكن لا تنسى نفسك وادخر في رصيدك ليوم القيامة مبالغ تكون يعني أنت في ظلها يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم في ظل صدقته أليس كذلك فضل الشيخ؟ حتى يقضى بين الناس حتى يقضى بين الناس ممعنى هذا؟ خمسين ألف سنة الناس ينتظرون مصف القضاء و الشمس على رؤوس الخلاق صاحب الصدقة تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يعني منه من يغرق بالعرق بل يتمنى أن يدخل النار حتى يفتك من هذا العذاب يظن أن العذاب النار أهون من من الموقف الشديد من هذا الموقف الشديد خمسين ألف سنة موقف؟ خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كذا قال ربنا في القرى الكريمة يحشر الناس في أرض بيضاء عفراء خالصة كقرس النقي ليس لها معلم ولا أي شيء بارز يعني انتظرون فصل القضاء لكن صاحب الصدقة يكون آمنا في ظل عرش الرحمن وفي ظل صدقته نعم طيب لو كاف اليتيم هو تصدق يعني بما له كاف اليتيم هل له يعني ميزة خاصة عن الصدقة العادية فضل الشيخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعي السبابة والوسطى هناك ميزات عظيمة عند الله للمتصدقين يعني الكافل يعتبر متصدق وكاف اليتيم له أجر الكفالة جاورة النبي مصاحبة النبي له أجر الصدقة أن الصدقة أعظم الأعمال تقول يوم القيامة أنا أفضل الأعمال وأنها تطفي حر القبور وأنها يكون تحت ظل صدقته فالكاف اليتيم يجمع بين هذه الميزات العظيمة والجميلة أنه كاف اليتيم ونفس الوقت الصدقة ترى لكن دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم الحياة تبدل يوم القيامة الحية غير عن حياتنا نحن يعني إنسان يندم أنه لماذا لم يكفل عشرة عشرين يندم والله على هذا الخير العظيم الذي سوف يجده ويرى الغير يعني قد الله أعطاهم هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى وأنا أتعجل من بعض المتصدقين بشكل يومي أقول سبحان الله هذا عمل خير في الدنيا الله موفق لنا بشكل يومي مبالغ عظيمة أقول الله يعطينا مثل ما أعطاه هذا يدل على أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى و لا تقول أنه فلان والله وني بها المال الله ينفق عليه أبن آدم أنفق أنفق عليك فيحب الصدقة و يحب الكرم فيجود و يجود الله سبحانه وتعالى عليه إلى أن يلقاه سبحان الله يعني المؤمن حتى المؤمن يوم القيامة يتمنى أنه لو ازداد من الصدقة لما رأى من النعيم والثوب العظيم يوم القيامة في الجنة يتحسف من لم يكفل يتيما سوف يتحسف من لم يكفل يتيما سبحان الله يعني يتحسس و يندم يتحسف و يندم على أنه لم يكفلها أيتام أنه لم يدخل في هذا المضمار المضمار يعني الإحسان إلى الأيتام للأيتام لليتيم الذي مات أبوه و فقد المعيل الأول لهذه الأسرة يعني مبشركم و مبشر الإخوة والمشاهدين في خمس ألاف درهم من رسالة النصية و خمس تلاف أربعمية من فعل خير و تلات تلاف ستمية من فعل خير و ما زلنا نحن في دولة غانا لكفالة الأيتام و ذكر لإخوة المشاهدين و المستمعين بأننا في انتظار عطائكم و جودكم لنغطي حالات الأيتام اليوم في أربع دول عنا غطينا موريتاني خمسين يتيم و ما زلنا في غانا يعني أو شكرا نغطي غانا إن شاء الله ثم ننتقل إلى مصر خمسين يتيم و كفالة الأيتام في شهر أمية و خمسين درهم في مصر و غانا و موريتانيا أما الأردن ميتين و خمسين درهم في الشهر و إن شاء الله الخيريات من الله عز وجل ثم من حضراتكم نحن في شهر رمضان شهر الجودي والإحسان و نحن في نهاية العشر الأواخر و على وشك أن ندخل في ليلة القدر التي يرجح العلماء أنها هذه الليلة القادمة ليلة 27 إذا أذن المغرب اليوم نحن في 26 رمضان و اليوم في الإسلام بيبدأ معذن المغرب إذا أذن اليوم المغرب دخلنا في ليلة السابعة والعشرين فاستعدوا للقيام و التهجد و الصدقة الصدقة يعني الصدقة لها ثواب عظيم و كما قال فضل الشيخ في بداية اللقاء عسى هذه الصدقة تكون سببا في أن تفوز بثواب و فضل ليلة القدر اللهم اجعلنا و إياكم من الذين يدركون ثواب و فضل ليلة القدر و أن نكون من عتقائه من النار و من المقبولين في هذه الأيام المباركة أعود لضيوفي و معي سعادة الأستاذ سعيد غانم السويدي يعني لو يعني ماذا تتمنى من إخوة المشاهدين و المستمعين تقول لهم في هذا يعني الوقت المبارك الحمد لله اليوم نحن نقضى شهر الخير و البركة بسرعة سبحان الله فنسأل الله أن يتقبل مننا الصيام و القيام و صالح الأعمال شهر كريم شهر معطاء كل من يجود في هذا الشهر يعني أجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى و نسأل الله القبول للجميع نتمنى دائما أن يكون إحسان الناس أو تفكيرهم في العطاء ما يكون منقطع فقط على سبيل أن يكون رعاية يتيم فقط اليوم نحن يمكن بعض الأحيان نخلط فأن ننتظر أن نطلع زكاتنا فقط ولا نتصدى فعدنا نحن بواب كثيرة يعني بعض الناس يقول لا أنا بس بطلع زكاة و بطلع صدقة بالعكس صدقة هي لها شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى نبيت كلام حدثك ذكرني بسؤال وجه لفضلة الشيخ عبدالله موسى هل في حديث أنا مر عليها لا أدري هل حديث أو قول أنه في المال حق سوى الزكاة هذا حديث أو قول في المال حق سوى الزكاة يعني السعيد تفضل أن بعض الناس يخرج زكاة و يكتفي بهذا أدى الواجب أدى الفرد لكن هل في المال حق سوى الزكاة المفروضة يعني هل هذا حديث أو قول لا أذكر لكن المعنى صحيح يعني المعنى أحيانا تكون حديث ضعيف لكن يكون المعنى الصحيح الزكاة هذه مفروضة يعني واجب عليك نظهرها وهذه أحب الأعمال لله أن تتقرب إلى الله بالفراضة أفترضه الله عليك لكن هناك أحاديث كثيرة تحضوا على الصدقة يعني في أعظم أن الله يحب المحسنين أن الله يأمر بالعدل والإحسان قالوا العلماء العدل أن تأتي الفرائض والواجبات الإحسان أن تزيد نعم يعني أنت زكيت زكاة مالك خلاص طلعت زكاة مالك لكن أنا بزيد نعم أنا بحسن أنا بتصدق أن الله يحب المحسنين الله ما جعلنا ويقم من المحسنين زيادة على الحب يحبك الله زيادة أكثر وإذا الإنسان تخز بمحبة الله كان من السعداء الله ما جعلنا ويقم من أهل محبتي وكرمتي أذكر بأنه في 1800 درام من فاعل خير و 1800 من فاعل خير و 3600 من فاعل خير وأنا أبشرك بعد استاذ عبان عندي ست حالات تم كفالتها إن شاء الله ست حالات نعم جاءتك رسالة نصيل كان عندي موجودة بس ست حالات تم كفالتها قانا ثلاثة ومصر ثلاثة إذن ست أيتام تم كفالتهم ثلاثة أيتام في غانا وثلاثة من مصر جزا الله خيرا الإخوة المحسنين والمتبرعين جزاك الله خيرا على هذه البشراء الجميلة الحقيقة يعني كفالت اليتيم يعني إحنا بنسعد عندما نسمع هذا الخبر فما بالكم بالأيتام عندما يصلهم هذا المدد وهذا العون من إخوانهم المحسنين من المشاهدين والمستمعين الذين يتبرعون ويمدون يد العون لإخوانهم عندي سؤال لو سمعت فضل الشيخ عبد الله هل الأيتام يجوز دفع الزكاة لهم؟ اليتيم الفقير الفقير طبعا في أيتام أغنية يمكن يتيم أبو يموت وتركله مالين هذا لا لكن هذا يستحق الإشراف على ما الأيتام الفقراء الفقراء إذا كان مسلم يستحق يعني يعني يعطى من مال الزكاة يدخل طبعا الله تعالى أعلام يدخل مال الزكاة إذا كان من المساكين من الفقراء فيدخل مال الزكاة يعني ينطبق عليه يتيم وفقير في نفسه وفقير نفس الوقت ممكن يكون هو أيضا يعني أمه تصبح أرملة وكمان في نقطة مهمة الساعة الأرملة ذلك ذكرنا الساعة الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر ممكن تعيد معلش عشاء الإخوة المستمعين والمشاهدين الساعة الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر الصائم الذي لا يفطر يعني يصوم الدهر كله كالجهاد سبيل الله أجر الجهاد سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر يعني صلي طوال الليل وعلى الليل الذي يرعى الأرملة الأرملة والمساكين والمساكين وهذه الأرملة قد يكون عندها يتيم أيضا أيتان طبعا مات الأب وترك أرملة وأطفال طبعا فجمعية الشرق الخيرية عندما ترعى هذه الأسرة في بيتها وتقدم مثلا مبلغ لهذه الأرملة مع أيتامها يعني يكون الأخ الذي كفل هذه الأسرة فاز بجور مضاعفة ضرب عصفرين بحجر لا عصفير كثيرة يا شيخ وكفل يتيم وكفل الأرملة والمساكين اللي عندها الله يحفظ الجميع إن شاء الله ويبارك في جود المتبرعين هذا مثال يقول ضرب عصفرين الحديث هذا عظيم يعني ما يتخيلون أجل جهاد سبيل الله من يستطيع أن يجهد سبيل الله ومن يستطيع أن يصلي طوال للماء يرقب لا نستطيع والله لكن الله أكرم لأكرمين أعطاك هذا الفضل وطبعا الذي يخبرنا بذلك الصادق المصدوق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينطق عن الهوى إذن هذه بشرة لإخوة المشاهدين والمستمعين يعني تسابقوا حتى تفوزوا بهذه البشرة ويعني تساهموا في كفالة يتيم في أسرة يعني أمه معه في البيت أصبحت أرملة فقدت المعيل تدخل الفرح عليهم والبسمة وتخفف من معاناتهم الحقيقة يعني أجر وثواب عظيم ويكون لكم فضل الحفاظ على المجتمع لأن المجتمع يتكون من مجموعة من الأسر هذه الأسرة إذا تم رعايتها ستنتج يعني رجال ونساء إيجابيين طيبين وبالعكس إذا أهملنا هذه الأسرة ممكن الأطفال سواء أولاد وبنات ينحرفوا ويخرج منهم ناس منحرفين لأن المجتمع أهمل في كفالة الأيتام ونحن محاسبين على هذا الأمر ونحن محاسبين هذا كلام خطير كيف يا شيخ محاسبين شيخ اليوم دائما يعني الحمد لله من لا قدرة مالية ومن لا يقدر أن يتبرع فنحن محاسبين أن نجد منهم بحاجة إلى رعاية فهذه من الأمور للواحد سبحان الله يعني لازم ينظر له أنا ما دام أنا عندي مقدرة أو استطاع أن يتبرع أو أن يتصدق فلماذا لا أكفل يتيمة ولماذا لا أتبرع في رعاية مجتمع فقير فأنا محاسب عليه في النهاية فرقهاية نعم والله ما سألني يعني كلام حضرتك أثر فينا وحرق قلوبنا وجعلنا نشعر بالتقصير لحقيقة أنا أريد أن أسأل حضرتك فضيلة الشيخ سؤال أنه لو إنسان كاف اليتيم لمدة شهر هذه إمكانياته ماذا تقول له أو أقل يعني ماذا تقول له أنا أقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك في الحديث القدسي الله سبحانه والله أنا أن أقسم بالله المتصدق يجعل له من كل ضيق مخرجات نعم لا يفتقر والله لا يفتقر يعني إذا ضاقت عليه السبل سبحان الله يفرج عليه في نفس اللحظة رب العالمين طيب سؤال آخر في نفس الإطار لو نسأل كاف اليتيم بنية الشفاء أي جوز ذلك بين و بين الله عز وجل في الحديث داو مرضاكم بالصدقة نعم ورد في الحديث أن الدواء يكونوا بالصدقة وهذه صدقة طبعا يا سلام داو مرضاكم بالصدقة نعم شيء جميل يعني هذه دعوة وتذكير لإخوة المشاهدين والمستمعين باب الرقية يعني باب الرقية والتشافي والشفاء و طلب الشفاء من الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يملك الشفاء و أسباب الشفاء بيده فإجعل سبب من أسباب الشفاء لك و الحفاظ على الصحة حتى الإنسان غير مريض يعني يسأل الله عز وجل أن يحافظ له على الصحة و عافيته بكفة اليتيم من أعظم باب إحسان و ظني بالله أنك تصدق لأنك تعرف أن الكريم سيكرمك الله سيكرمك فيقولون الكريم كالشجاع الذي يقدم في أرض المعركة و لا يخاف طيب عندي سؤال آخر ما عليك فضل الشيخ يقول العز وجل في القرى الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها ما معنى الطهارة و الزكاة هنا أول شيء الطهارة طهارة المال الله يطهر مالك والصدقة تطهر النقص نفس الغني وأيضا من مالك إذا كان فيه نقص من الزكاة لعل سبحان الله عن قص في الزكاة هذه الصدقة العامة ترى تكمل لكن فيه تطهير النفس من البخل نعم تطهير النفس من الشيخ وفيه تطهير النفس الغني من الحسد عفوا الفقير من الحسد و نفس و ما زكاه نعم يعني تزكي من الله سبحانه وتعالى يرزق التقوى خير لباس لأهل الناس من رام عزا و فلاحا و ابتغى سبيلا و رشادة فعليه بتقوى الله فيه ثلاث لو سمحت لي ثلاث ألاف و خمس مدرهم من فعل خير فيه مبالغ أخرى جماعة مرتين ثلاث ألاف و خمس مدرهم من فعل خير سبعة ألاف ثلتمية ثلاث أمية هياكم الله ما معنى الفرق مدرهم إذا فيه ثلاث ألاف و خمس مدرهم من فعل خير و ثلاث ألاف ستمية من فعل خير لكفالة الأيتام والخير إن شاء الله بيأتي و إن شاء الله المبلغ المطلوب يكتمل لكفالة الأيتام إن شاء الله يعني بقي لنا المبلغ تقريبا كام ألف تقريبا في إحنا فأي دولا وصلنا في مصر ولا في غانا خلصنا غانا في غانا ما زلنا في غانا إن شاء الله يكتمل و ننتقل لمصر وبعد مصر فيه الأردن مصر طبعا فيه خمسين يتيم والأردن خمسة و عشرين يتيم أستاذ التسعيد طبعا أنت خبرتنا في البداية أن هؤلاء الأيتام عينة من الأيتام اللي عندكم صحيح لكن الأيتام أكثر من ذلك صحيح فماذا تقول لإخوة المشاهدين يعني نحن اليوم نجمع مبالغ لي مجموعة من الأيتام تقريبا خمسة يعني خمسين في مصر مية و خمس و سبعين مية و خمس و سبعين طيب كام العدد الأيتام اللي بنتظروا على الدور تقريبا يعني فيه كثير عندنا كل فترة و فترة نبرس حالات يعني كما ذكرت حتى الآن سبحان الله أكثر من 24 ألف يتيم نكفلهم في الجمعية سجلاتهم موجودة عندكم موجودة سجلاتهم نعم فدائما باستمرار فيهم والعدد بيزيد والعدد بيزيد طبعا يعني كل ما كان الدول يعني تخيل اليوم نحن كجمعيتنا كجمعية الشارع الخيرية عندنا كفالة 24 ألف يتيم فمبالغ باقي الجمعيات وباقي الدول اللي تحتاج أن يتم رعايتهم الحمد لله والشكر يعني اليوم دائما عندنا قسم كبير لقسم رعاية الأيتام في الجمعية وهذا من الأشياء الحمد لله لدائما نرفع تقارير دورية للمتبرع أو لكافل اليتيم فهي من الأشياء اللي نحاول نربط كافل اليتيم مع اليتيم على أساس نبلغ أن هذا الطفل اليوم محتاج مثلا حاجة أو اليوم ما شاء الله عليه تفوق في دراسته أو حاجة دائما الربط بين المحسن يدي دائما إلى زيادة في العطاء فالإنسان إذا ما حاول تربط بس صار كافل اليتيم وهو فعل خير واختفى فما فيه ربط يعني كأنه تبرع يعني المحسن إذا عرف أنه اليتيم اللي كفله يعني بيتقدم وبيتطور في حياته متفوق في دراسته بيسعد بذلك ويفرح ويزيد من إحسانه وهذا بفضل أولا ثم بجهود الجامعية الحمد لها دور كبير يعني في التواصل أو تكون همزة يتواصل بين المحسن وبين الأيتام اللي يتم كفلتهم فضل الشيخ يعني كلمة أخيرة توجهها لإخوة المشاهدين والمستمعين في هذا الإطار حديث صاحب المعروف لا يقع فإذا وقع وجد متكيئة مرة ثانية أنا أول مرة أسمعه صاحب المعروف لا يقع حديث شريف هذا حديث نعم إذا وقع وجد متكيئة شو يعني المتكيئة يعني يجد من يستند إليه يعني الله يخرجه من الشعراء من العجين كما يقولون على طول الله يفرج همه الله أكبر لا يقع صاحب المعروف يعني أقدر أقول يا شيخ أن كافي اليتيم يكون فيه كفالة الله و في حفظ الله أكيد والله كلام جميل والله هذا ممكن مرة ثالثة أتعيد الحديث صاحب المعروف لا يقع فإذا وقع وجد متكيئة نعم يتكيئ يعني الله يجعله من كل ضيغة مخرجة نعم يخرج على طول سبحان الله سبحان الله يعني ينجيه من هموم الدنيا والآخرة نعم من كروب الدنيا والآخرة صاحبي يقول سيارتي بندت عند محطة البترول و أنا عرف هذا الرجل محسن قلت سبحان الله وجد متكيئ أنه قريب على المحطة سبحان الله تخيله كان بعيد سبحان الله تيسير من الله سبحانه وتعالى طيب عشر ألاب عشر ألاب فعل خير و غيره كام؟ خمس تلاف عشر تلاف موقع الجامعة و عشر تلاف من فعل خير الف تمنمية فعل خير ما شاء الله عشر تلاف فعل خير خمس تعشر أهل من رسالة النصية ثلاث تلاف ستمية فعل خير خمس تلاف أربعمية فعل خير الف تمنمية فعل خير ما شاء الله مخبيل المبلغ هذا أنا أخرته علينا طيب وصلت مصر الحمد لله خلصنا من غانيا وصلت مصر بالسلام الحمد لله على السلامة و إن شاء الله طبعا مصر لها في قلوبنا معزة خاصة و الله أنا درست في أربع ستين و أحب و أدعو لها و لي أهلها بكل خير طبعا لكل دول العالم العربي الإسلامي و أهل الإمارات يعني يحبون مصر و أهل إمارات لهم في قلوب مصريين معزة خاصة و إن شاء الله ربنا يوفق إخواننا المشاهدين والمستمعين المحسنين اللي يكملوا هذه المبالغ في مصر ثم ننتقل إلى الأردن و أنا متأكد أنه حتى لم إذا المبلغ ما اكتمل في الحلقة سنبشركم غدا بأنه المبلغ يكتمل لأنه كفال عشر تلاف عشر تلاف خلصنا مين خلصنا غطينا مصر ما شاء الله شوف أنا متفائل انتقلنا إلى الأردن مرة واحدة ما شاء الله شوفوا طائرة التبرع سريعة الطائرة هذه نعم طائرة الإحسان سريعة تتنقل من الأردن إلى مصر إلى غانا بارك الله في المحسنين و ميزان حسناتكم طيب الحقيقة يعني الوقت يداهمنا و الوقت أدركنا باقي دقيقة على نهاية الحلقة ممكن في نص دقيقة كلمة أخيرة أستاذ سعيد أقول دائما سبحان الله الإنسان لما يتبرع و لما يقدم خير يتقدم في صحته ما يكون فقط أن الإنسان لما يمرض يكون وقت صدقتي و وقت دفع البلاء ولكن طبعا أكيد نحن احتياجاتنا في هذا الأمر و في هذا الشهر المبارك نسأل الله أن يتقبل مننا و من الجميع صيامنا و قيامنا و صالح أعمالنا نتمنى أن يكون رعاية اليتيم أو رعاية الإنسان اللي محتاج لكفالة يكون حاجة في أبوابكم دائما اللهم أمين اللهم أمين طبعا يعني أذكر الإخوة المشاهدين بأرقام التواصل مع الجمعية رقم الواتس أب 055-300-0101 والرقم المجاني 8-0-014 بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا مع جمعية الشارق الخيرية للتبرع لمشروع كفالة اليتيم والوقت ما زال مفتوح اليوم و غدا و بعد غدا حتى نكمل هذا المشروع حتى لأنه في الحقيقة أيتام كثر في نهاية اللقاء المبارك يعني أود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الأستاذ السعيد غانم السويدي أعضب مجلس درجة جمعية الشارق الخيرية على حضورك و على كلامك الجميل و الشكر أيضا لفضلت الشيخ عبد الله موسى لبلوشي اختصاص رئيس في الوعظ و الإرشاد كلامك الجميل و المؤثر شكر لك على حضورك معنا على مدار أربع حلقات و الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين و المستمعين على المتابعة و على أعطائكم و على إحسانكم أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم دمتم في حفظ الله و الرعاية و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا